حتى برنامج إعادة الإعمار المفترض تدشينه من قبل السعودية يشير إلى أن الرياضة تخفي شيئاً كان يفترض أن تكون مجرد اتفاقية موقعة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لكنها ومنذ تسربت أثارت لغطاً وأحيطت بالكثير من الأسئلة نظراً لما تضمنته من بنود بدى وكأنها حلقة إضافية من حلقات السيطرة السعودية يقول مراقبون إن هذه الاتفاقية تمهد لسيطرة كاملة على البلد ووضع اليمن بكامل مناطقها في قبضة الرياض تحت مبرر إعادة الإعمار إعمار ما دمرته السعودية ذاتها خلال السنوات الخمس الماضية الاتفاقية التي حملت عنوان تنمية وإعمار اليمن بدت في أحسن الأحوال كبرنامج استثماري سعودي وبأياد سعودية في الأراضي اليمنية أما بعض البنود الواردة فيها فقد كانت تشير بوضوح إلى نوع من الوصاية والاستحواذ خلت بنود الاتفاقية من أي إشارة لإعمار ما دمرته الحرب حتى ذلك الخراب الذي أنتجته طائرات السعودية ذاتها بحسب البعض فإن الوثيقة تعاملت مع اليمن كمساحة عقارية كونها تمنح حقا مطلقا للجانب السعودي ومنحت المسؤولين السعوديين كامل الحصانة من أي مخالفات يرتكبونها بصفتهم دبلوماسيين كما تمنح الوثيقة حق الاستثمار للسعوديين فقط الاتهامات طالت رئيس الحكومة ورئيس البرلمان كشركاء في جريمة بيع اليمن للرياض من خلال هذه الاتفاقية إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن الوثيقة لم تعرض على البرلمان وأنها لا تزال غير معتمدة فهل تتحل الحكومة بالجرؤة الكافية لمرة واحدة فقط لرفض هذه الاتفاقية أو المطالبة بتعديلها تبدو الإجابات متشائمة بالنظر إلى تجارب سابقة